هو شخص مختلف. مجزوج duh. هو مشكل من humor بين جننبي و باري Associatedsboog يتجلون سنف protنوبانه يا س worsh forward نحب نعبر بكل صدق وإخلاس اليوم 28 في جانفي اليوم 14 في جانفي يريد تولس Así كامل أريد الاستخلال تونسيび وريد الجمهورية الثانية اطلبها أن تكون جمهورية ثانية جمهورية الصدق والديمقراطية والحرية والحكم للشعب من اليوم ما بقاش حكم للظلم ابني عنده عشرين سنة إلا أربع أيام في المنفى لا لشيء لأنه مسلم لأنه مؤمن لأنه وطني لأنه قال ابن علي لا للحكم الفردي ولا للظلم ولا للأقصاء ولا للتهميش والعائلة كلها نالت ما نالت من الويلات أبنائي الثلاثة وأنا شخصيا كنت مسؤول ووقع عفائي من مسؤولية من عام تسعين من أجل المبادئ متاعنا ومن أجل كلمتنا اللي قلناها لا للظلم لا للحكم الفردي لا للتجاوزات لا لنهب الشعب لا لسرقة الشعب هذا قلناه وأنا كاتب سياسي أكتب في التونسي نيوز منذ خمس سنوات والأخ الدكتور يعرف هذا اللي كتبته على ابن علي لو لمش ألطف ربي لاني عندي عشرين سلاف الحبس قد شعندك ميريتش خوك من فيفري واحد وتسعين واحد وتسعين مجلش التونس كيفاش عاشتوا على فترة هذية الاتصال بيه من قطاعش ما تعرف أنت غربة متاع عشرين سنة ما نقابلوهش ما نشوفوهش معناها ما تتوصفش ما تنجم حتى عبارات نجم تعبر عليها خاصة يعني المنع أنه إحساس بالظلم أنه ممنوع أنه يتواصل معك وأنه يجي هو المنع أنه يجينا والمنع أنه إحنا نمشي ولو الظلم دوبل الظلم أنه هو ميجيش للتونس والظلم أنه إحنا معنش باسبوراتنا بش نمشي ولو هذا الظلم يعني الظلم لـ اقترف الذنب وهو ماخترفش ذنب ولكن للمحيط العائلي والعائلة الموسعة مش كان العائلة القريبة معناها مغير باسبورات معناه كنتوا عاشين لسنواته مغير باسبورات مش لناس كل باسبورات أخوتوا مغير باسبورات مش لكلهم تلاثة قاعدنا مغير باسبورات ولدك ما يعرى إذا والدك ولدي مع عمره مع رشع عمو شيفو في التاليف زعى الجزيرة هذا كبير شيفو ولا في التصور أشو درجو متقلي على عبدوهايب الهيني شو تعرف عليه نحن نحبه حاجة بارك نحن نحبه شباب نحبه نحن كتشد البلاد شباب وشباب مثقف عبدالوهايب الهانية عنده دكتورة دولة إنسان يفيد البلاد إنسان يتكلم معاك يوضح لك الأمور ما نعرش من يوضح لك ثم برش عبادي يجيبونا في السين يعني يجيبونا عبادي يحكونا بالكلم الصعيب يا أخويا نحن نحبه الشعب هالبسيط هذا نحبه يفهم نحبه واني قال لي عايش في الصحراء وعنده شوية بلو شوية شيئة نحبه يفهم موش يجي تحكيلي بالكلم الصعيب والأعباد الشعب موش يهم رأي الثورة جاء بهالشعب رأه مايرتكزيش واحد حب تعالى حاجة رأه أنا بتنفس حري ما تقطع عني الهواء لتسيدة تيرا لا حما تنحمة لا حما تنحمة هلومو هلومو لمشد الزمن لقد طرفت في عرقنا الدماء نموت نموت وليحي الوطن بلاد حكمي واملوكي فلا عاجم أن لم يعيش سيدا بحر دمي وبما في يدي أنا لبلادي وشعبي فتا لك المجد يا تونس فاستمشدي بحزة شعبك طول المدى ونحن سود وغاف الشدي وثوبة وثودة يوم الصدا ما بتقدر أبداً تلغيني بدك تسمعني وتحكيني ما بتقدر أبداً تلغيني بدك تسمعني اليوم الشعب التونسي قال كلمته واليوم الشعب التونسي احتفل بثورتين الثورة الأولى ثورة 18 جانب في سنين وخمسين ثورة الاستقلال العودة اليوم العودة الوطن بعد واحد وعشرين سنين شو دورك طول المرحلة القادمة بالنسبة ليك شو دورك مع الثوين سا مع شعب هفيا دورنا احنا عمرنا ما 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 بعدنا على الدور وكنا نقوموا بدورنا وبواجبنا طيلة العشرين سنة مع المفتهدين مع الضحايا مع علي تسجنوا مع علي تشردوا ما لغير حق والدور هدايا بذل الله بيش نوصلوه هكا الدور اللي عمل لها الكل من اجل التنديد ومن اجل الضحايا هكا المشهودة ذاك الكل والطاقة الكل اليوم اذا ما تكون طاقة ايجابية للبناء ونبنيهم الكل مع بعضنا الكلنا نبنيهم مع بعضنا وفي المرحلة هذه احنا في حاجة لرجال تونس ونسيها الكل ثم الناس وطنيين خلص بما في ذلك بوصل حزب الحاكم تونس 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 في تكوينها للحكومة الانتقالية المرحلة الحالية لعاشنة ونسا كيفش غزرت الهان والله في اعتقادي المرحلة حالية مرحلة ايجابية جدا وتصنع امل كبير لشعب التونسي لان الشعب هو اللي قال كلمته الفصل وجاء بالحرية على طبق من ورد وعلى طبق من ذهب للنخبة التونسية النخبة لازم تكون في المستوى لحكومة عاملة اشياء ايجابية برياسة محمد الغنوشة وليك ثمها سياسة البية كما قال الزعيم بورقيبة ثمها المهم الاهم الان عودوا البناء الاهم الان حكومة الاهم الان عملوا قانون انتقالي لها المرحلة هذه وانبعد نعرضوه على لجنة في الحزاب الكل والجمعيات الكل نسميوها الميثاق المدني مش كما الميثاق الوطني المخشوش لا الميثاق المدني واذا كانت فقنا على هذا نخرجوا من العجبة بيضن الله اليوم مجموعة كبيرة من الناس قاعدة جي محروم انسي من محرومين من تونس عندك عشرين سنائة صحيح عندي عشرين سنائة اخرج من تونس لكن حاجة واحدة نحب نعبر عليها تومنا ولكن نتسمحولي شوية ترسح وشوية نحب نعمل سجد على تراب تونس نحب نبص تراب تونس معناه وبالكاميرا ان شاء الله غمى وخرجنا منها ان شاء الله تعجز كل معاجب الدنيا على ان اتعبر على الشعور يعني واحد داخل البلاد وبعد 19 سنائة تشريد يعني ومنفى ما هوش غياب فقط تشريد قصري يعني ارغمنا عليه عشنا برودة الغربة عشنا برودة العلاقات عشنا الغربة على والدينا الوالدة ما شفتهاش الوالد ما شفتهش يعني 19 سنائة كاملة فبعدين تشوف حقيقة انا ما عندي حتى كلمة الا انه يحيى الشعب يعني مخلطة فهمتي فهمة امل في العودة فهمة يأس من العودة فهمة فرحة فهمة حزن فهمة كل شيء اكثر حاجة اثرت فيها هو ان امي توفت في غيابي 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 اشتركوا في القناة